مطار اتضمر ولم يكن مطار بغداد اتضمر ولكن تم ترويج شئعات تم ترويج اكاذيب واسأله واضح خنفر اسأله واضح خنفر شبهت الجزيرة في الوقت ده كانوا بيعملوا ايه وانا نشرت في الوقت ده بالمناسبة في الفين واربعة صفحة كاملة عن اللي انا بحكيه ده بالزبط مين كان جوه القناة دي ضابط امريكي اللي كان بيدور وبيشوف كل الاخبار قبل ازعتها نشرت ده مش جديد يعني مش بقوله النهارده 23 بقولك والفين واربعة نشرت صفحة كاملة باسم الزبط بصورته المسؤول الامريكي اللي كان قاعد يدير هذه المنظومة ومن ساعتها للنهارده مفيش واحد فيهم طلع كذب اللي انا قلته من الفين واربعة طب انت النهارده جاي تيجي تقول للناس انه حرية رأي كلنا ما حرية رأي والتعبير ولكن هناك فارق هل الحرية مطلقة؟ ده اوروبا؟ اوروبا ماكرون عملوا اجراءات على مواقع تواصل اجتماعي البريطانين عملوا اجراءات على مواقع تواصل اجتماعي الامريكان ترامب وانت نازل لا رأي ورأي مسألة مش سداح مداح في بلد فيها قانون فيش حاجة اسمها ان انا اعمل لانا عايزه وما حدش احسبني فيش دول في العالم كده فيش دول في العالم كده في مسئولية قدام كل واحد فينا بيقول كلمة بيكتبها او بيقولها على الهوى زي ما احنا بنقول كده مسئولية امانة الكلمة مسئولية بقولك كلمة واحدة تدمر دولة شائعات تدمر دولة عدم فهم يدمر دولة زي ما حصل في 2011 والرئيس كان بيتكلم النهاردة هنرجع لكلام سنة الرئيس النهاردة عدم فهم وعدم وعي دمر دولة في 2011 كان تكلفة غالية الرئيس يكلم عليها النهاردة مش المرة الاولى للمرة المليون هناك فارق ما بين تعبر الرئيس زي ما انت عايز في حدود المسئولية والقانون فيش دولة في العالم اسمها الاخبار الكاذبة والشائعات لا احد يحسب عليها يعني ايه اجا اقول خبر من وجهة نظرك وفي الاخر شائعة ومش عايز حد يحسبك في دول كده هل في دولة بتصير كده هو لا طبعا في ميت مليون ميت مليون مواطن المسألة مش قاصرة على انه فلان يقول وفلان يعي لا خالص في ميت مليون لازم يعيشوا في امن وسلام بعيدا عن الشائعات واللي احنا بنشوفه على مدار الليل والنهار اشتركوا في القناة